السلام عليكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم معي في فيديو جديد نتمنى تكونوا باخيروا على خير اليوم ان شاء الله سنشارك معكم حلويات دوازتاي بعجينة واحدة انخرجوا منها جوج ديال الاشكال بنكهات مختلفة بلا مراشم ولا طابع ينفعكم مع ضياف الغفلات قدميهم القيوة العشية او مع شي كويس ديالتاي يا سلام كي يأتيوا مقومين من دكش رفع هشاش ومقرمشين في نفس الوقت تمنى ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم اخليك معايا ما شايفين يلا نبتاو بسم الله بسم الله في الانا عندي 250 جرام ديال المارغارين ديال العلبة اللي تكون بحررة ديال المطبخ ضفت عليها كاس ديال سكار او حسب تزيدو او تنقصو قبيصة ديال الملحة نسمت بشوية ديال فاني وغاد نضيف كدالي كاس ديال الزيت المقادير عدا نخليه لكم ان شاء الله مكتوبة اسفل في صندوق الواسف نقطة اللي دائما تنشره لها بخصوص ديال زيت الى درتو المارغارين هادي ديال العلبة كتديرو كاس ديال زيت درتو المارغارين الخاصة بالتوريق بحل الده او بونا كتديرو كاس ونص درتو الزبدة ديال العبار اللي هي الزبدة الحيوانية كتديرو غير نسكاس ديال الزيت حيث كتكون هي ديجا رها يعني فيها كميه ديال الدهون كتيرا سافي بقيتها كمستمره كنخدم مزيان ديال الزبدة سكار ومع الزيت يعني حتى كنحصلوها كياع لخليط اللي تيكون كريمي ودك سكار كيدوك تماما مع جميع المكونات من بعد سنضيف جوج ديال البيضات ونخلط مزيان حتى يسجمو لنا جميع العناصر سافي بعد ما كنحصلوه على خليط كريمي بهات الشكل هذا في الاخير سنضيف الدقيق تدريجيا شوية بشوية غير هو من نكونو كنضيف الدقيق نحاولو نجمعو العجينة بسرعة لا نقلسوش هكايا كننخدمو فيها مدة طويلة او كننعجنوها يعني بحل شكل اللي كنحضرو العجينة ديال السابلي سنضيف كذلك واحد المعلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلوة سافي وغدين بقى مستمره كنضيف الدقيق حتى كتجمعنا العجينة وما كتبقاش هكايا كرتباء وكتلسق لنا في الأصابع سيكون هذا هو القوام ديال العجين تبارك الله هرا هاد العجينة هادي كتاب كميه كتيرا تقريبا كتر من تسعين حبادي هاد دوازتين اللي خرجتليها يعني كميه اللي مناسبة دوازتين اللي خرجتليها يعني كميه اللي مناسبة دوازتين اللي هكايا أيام حتى لاجه عندكم شي حد على غفلة نفعكم وتقدموها مع شي كويس ديالتين بالنسبة للعجينة قسمتها الى نصفان تقدرو تقسموها على ثلاثة على ربعة على حسب انتو من النكهات اللي بغيتو تطيرو قسمتها يعني غير على جوج ديال الاجزاء اللي يكونوا متساويين العجينة اللولا غدي نسمها بالقهوة خضيت غير واحد المعلقة كبيرة ديالقهوة سريعة الدوابان ضفت مع واحد من قيطة ديال الماء حتى دابت لينا ومن بعد ضفتها على العجين إذا جاءتوا ان العجينة شوية مازال خفيفة وتلصقت لكم هكا في الأصابع كديروا واحد رجيشها ديالتقيق كذلك يلا كان عندكم دوك النكهات سطناعيان نكهات ديال كابوتشينو أو ديال القهوة ممكن تضيفوها او ديروا نكهات ديال الريكليز او يعني نكهات هكا يحاولوا الشوية نخرجوا على دوك النكهات اللي كنديروهم دائما سوف هنا يا بعدما دمجت مزيان ديال القهوة في العجينة بالنسبة للجزء الثاني سوف نضيفو واحد جوج معلقة كبار ديال سبيب بلقطاته هكا يكون رقيق رقيق مزيان مع جوج معلقة كبار ديال زنجلان هذه الحلوه هاتي جات بحل شكل ديال الحلوه الشمالية او تقولوا لها سيمسمية يمكن جات ولا ارواع يعني غير هكا كان مازال غديلها تزيين في الاخير او تقدروا غير هكا يبوحدها بدون تزيين اللي درت تقدروا تاكلوها عرفتوه جات بمتشبعوش منها جات بنينة بنينة بساف نضيفت هنا الزنجلان والزبيب ودمجتها مزيان مزيان سافي هنا بعد ما نكهت هكا العجينة ديالي مباشرة هذي نبدأ كنخدم بيها هذي نبدأ بهذي اللي درت فيها الزبيب والزنجلان ضروري العجينة كنغطيوها بلاستيكا بشينيك تبقى رطباء وما تنشفش بالنسبة للعجينة الاخرى اللي فيها القهوة فقدرتها في بلاستيكا دخلتها هكا يلتلاجة بحكم ان دبلجو سخون سافي بديت كنشكل كويرات قدرتهم من وزن 15-16 جرام تقدرون انتم مديروا عينكم ميزانكم وتبدو كتشكلوها سوف نستمر بنفس الطريقة حتى نكمل الكميات العجينة ديالي كاملة بسافي ديك الساعة كناخد القياس في الدية سوف نبدأ هكا يكنوزن واحد الكيمية وكنشكلها كويرات وكنبسطها في الكف ديالي ما كنخلي وشاك كيك مقببة حيث راح ندلن في هالخميرة يعني شوية غادي تنتافخ ويتضاعف الحجم ديالها سافي وغادي نبقى مستمر بنفس الطريقة حتى نكمل الكميات ديال العجينة ديالي كاملة بالنسبة لهذا الشكل الأول اللي بالزنجلان والزبيب أعطاني 47 حبة كمية لتبارك الله الخير والبركة وعد مازالة يعني العجينة الثانية وغادي ندوز مباشرة نحضر الشكل الثاني انا هنا يقول تحت انشكل العجينة ديالي كاملة نديرها كيف الصينيات عدك الساعة نشعل الفران ونبدك نطيب يعني ماشي نشعل الفران من كوزينة تسخلية وانا ما زالك نشكل فركم عرفة للحرارة لذلك تشكلت العجينة كاملة عدك ساعة بدي تسينها كي ندخل في الصينيات وكي يطيبوض قوضة بالنسبة لهذا الحلوة التانية عندي أبيض ديال بيضة واحدة تحديد ساعة بحوارة بالفراني بشوئة للرحة بالزفورة نحتاج كمية كوكا ومهر مش هكا شوية غلط تقدروا تجربوا اللوز أو كوكا والمهم المتوفر عندكم سوف نأخذ كمية العجين من وزن 15-16 جرام و سوف نشكل منها 7 قياس القياس 3 ديال السبعان مهم ان هنا اوزنتهم لكي يأتي من نفس الشكل ونفس الوزن سوف تعملوا بسرعة كمية العجين و تحرب لها كمية طويلة و تقطعوا المهم ان تقوموا بطريقة اللي اعجبتكم انا بكتها كنوزن و نشكل عدك ساعة سوف نبدأ كنزيين الحلوى سوف نشكل عدك ساعة سوف نبدأ كنزيينها سوف نشكل عدد كمية العجينة و نضيفها في الكفة 1-4 أو 5 ديال الحبات نضيفها من الفوق بأبيض البيض و قلب يديه على الكوكاو كنزيين حتى تكون مهمة قد تدعموا بسرعة بلا ما توقعوا تدعموا واحدة بوحدة خصوصا لكي يديكم بوحدكم نستربوا بنسبة للزيين كنزيين و نبقى من جهة واحدة يعني من جهة اللي دهن فيها الأبيض البيض و مباشرة نقوم بها الحلوة الصينية في الفرن سوف نقبضها بنفس الطريقة الزين الباقي الوحدات بعد كمل حلوة كاملة ساعة شعلت الفران كي يسخن على 180 دراجة سوف ندخل حلوة الطيب ومن بعد نقص لها لدرجة حرارة نهبطها 160 أو 150 دراجة يعني النار تكون بحال الشمعة لكي الحلوة تأخذ وقتها في الطيب والطيب لكم حتى من الداخل وتبقى محافظة لديك التقرميشة والمضاق ديالها مدة طويلة يعني خليوها الطيب على خطرها تقريبا 15 حتى 20 دقيقة وهي كطيب طبعا بعد ما تشوفها طبت من تحت عدك الساعة تشللها من فوق وكتخليوها حتى كتتتحمر وكتطيب من الجهتين اللي ضروري النار تكون بحال الشمعة يعني تكون مهيلة وخليوها وقتها في الطيب وهذا يكون هو شكل الحلوة بعد ما طابت وخليتها تبرد تجيها كمحمرة من الجهتين وكتجي مقرمشة وهشيشة في نفس الوقت وكتجي بنينة بالساف هذه كلها فيها الزنجلان والزبيب ما نقول لكم شينها كغير بوحدها بلا تزين اللي سنديلها من بعد تاكلها وما تشبعوا منها جل مضاق ديالها بحال سمسمية ما عرفش صراحة وشوة هذا الاسم ديال هذيك الحلوة الشمالية اللي كتكون بزنجلان أو عندها شيء اسم آخر المهم اللي عرفه يخلي لي الاسم ديالها في التعليقات و هذه الحلوات و هذه الأصابيع اللي تعمل بقهوة وكوجة و بنينة بالساف بالنسبة لزين غير هذه الحلوة بحالة زين ريش بوند يضع الهشاشة لتنكلها و مع تقرميشة الزنجلان و التعليقات يتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبوكم بالنسبة للتزين سوف نأخذها تقريبا نصف قرعة أو ثلاثين قرعة الصغيرة الخاصة بالحلويات مع ثلاثة المعالق كبار و مزهر بالنسبة لهذه الخلطة لم أدفيتها حيث كانت عندي الحلوة مازالة شوية دافية من الأفضل أن تدفوها حيث تشربها و تشربها و تشربها سوف نأخذها كمية الحلوة في هذا السائل حيث سوف نصفها و ندوزها في الكوك او جوز الهند تقدروا ترشع لها سكر غلاسي أو خطوط بالشكلات المهمة سوف نصفها جانبا و نبدأ ندوزها في الكوك و تدوزها في كوكاو أو أي تزيين تدوزها في الشوكولات المهم لكم الاختيار سوف نستمر حتى نكمل تزيين الحلوة كاملة بالنسبة للحلوة التي قمت بها المزهر و الكنفيتور احتفت بها في تلاجة لا تبشيها كي تغمال و لا تصوف و خصوصاً سوف ندوزها و اخرج القياس و لا توجد القهوة و الحلوة الثانية قمت بها غير في علبة و قمت بها في البلاكار و الحلوة بجوجهم تقدروا انكم تحتفظوا بهم في المجمد او منين تبغيهم طبعاً كتخرجهم تخليهم هكا ياخدوا الحرارة المطبخ و تقدمهم هذه السباعات الكوكاو فعنا ما زينتهم لا تدوزهم هكا يخطوط شوكولاتة سوداء او بيضاء المهم لا تريد أن تزينهم بجوجة دائماً دائماً دوازاتي حال ما بقى بسيط حال ما تيجي المنظر بسعف والمعضاق ستجربوا هذه الحلوة الأولى تأتيها من بره والذي شاهدها سيقولها ريش بوند ولكن الداخل تأتي مقومة و في هذه القيوتات الزبيب و الزنجلان نحن ناكله و تبقى لنا فمنا والتي تأتي مجرد و الثانية هذه السباعات الكوكاو كيف تعرفون كوكاو كيف تبسف مع القهوة تقدرو تديروا معها حتى النكهر الكعامل تهوكيت وتبسف حلويات اللبسات ينفعوكم في أي وقت حتى العيد الأطحى المبارك إن شاء الله تقدموهم هكيا و تحضروهم فكانت هذه الوصفة اليوم اتمنى ان شاء الله تجربوها بصحة والعافية لكم والحبابكم في انتظار اقتراحاتكم و ارائكم و تشجيعكم لا تنسون مصالح الدعاء بصحة والراحة و الى الفيديو القادم ان شاء الله السلام عليكم